بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل مع بعض الوحدة الرابعة بعنوان المشتقات من مقرر حساب التفاضل والتكامل الجزء الأول هو مشتقة دالة derivative of a function بنعرف المشتقة الأولى لدالة بنقول لو أنا عندي دالة y تساوي f of x يعني بتعتمد على x وعايز أجيب مشتقتها بالنسبة لمتغير x مبدئيا حرمز لها يا إما y dash يا f dash of x لأنها y f of x يبقى dash d معناها علامة المشتقة الأولى بالنسبة لمين بالنسبة لx أو أكتبها dy على dx d اختصار لكلمة derivative اللي هو أول حرف من derivative يبقى مشتقة ال y بالنسبة لمين بالنسبة لx أو مشتقة ال f of x بالنسبة لx أي رمز من الأربعة بسميه المشتقة الأولى للدالة f of x بالنسبة للمتغير مين نسبة للمتغير x بعرفها أنها معدل تغير الدالة بالنسبة للمتغير x يعني إيه؟ يعني لما x بتتغير ال y بتتغير بمعدل قد إيه؟ ده التعريفة رياضيا بعرفها لأنها النهاية dy على dx اللي هي f dash of x أو اللي هي y dash زي ما تسميها هي عبارة عن limit لما ال h تقول الصفر لمين؟ لf of x زائد h يبقى ده ال h ده هو التغير الحاصل في x ناقص ال f of x يبقى ده قيمة الدالة بعد التغير الجزء ده قيمة الدالة بعد التغير قبل التغير يبقى الفرق بينه هو مقدار التغير في الدالة وتحت مقدار التغير في مين؟ في x يبقى فوق يعتبر مقدار التغير في y أو في الدالة وتحت مقدار التغير في مين؟ في x أجيب النهاية دي لو موجودة يبقى ده بيوصل المشتقة الأولى للدالة f of x بالنسبة لمن؟ بالنسبة لx طيب لو عايز أجيب مشتقة الدالة عند نقطة يبقى أجيب مشتقة الدالة الأول عموما اللي هي d f of x by dx وبعد كده عوض عن كل كام عن كل x بx0 فبسميها مشتقة دالة عند نقطة لاحظ أنه إلا تكون النهاية موجودة فلا توجد مشتقة يبقى لازم النهاية اللي احنا قلنا عليها من شوية هي لازم تكون موجودة عشان أقول إن فيه مشتقة مثال باستخدام تعريف المشتقة أوجد مشتقة الدوال التالية أول دالة لو أنا عندي f of x بتسوي ثابت عدد ثابت طيب أعمل حاجة أعمل إيه أشيل كل x في التعبير ده في الشكل ده وحط مكانها x زائد h مفيش ألا x دي يبقى حط مكانها x زائد h طيب الطرف اليمين مفيش في x يبقى سيبها زي ما هي الخطوة اللي بعد دي كده أجيب الفرق بينهم لاتنين بين مين بين قيمة الدالة بعد التغيير اللي أنا عملته نقص قيمة الدالة قبل التغيير طيب التغيير اللي هي c يبقى سينا c بتسوي كام h بتسوي صفر أقسم الصفر ده التعريف بتاع المشتقة أقسم الصفر اللي هو ناتج ده على ال h اللي هي المقام يبدأ التغير اللي حاصل في واقف الدالة وده التغير اللي حاصل في مين في x يبقى صفر على h بكام بصفر أجيب بقى أنه لما h تقول صفر هل في هنا h لا يبقى ناتج بكام بالصفر إذن مشتقة أي ثابت تسوي كام تسوي صفر